موسيقى موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد بتمنى لك إلى كل أسرتك عيد سعيد وسنة مباركة مثمرة من كل ناحية وصلاة هاي السنة تكون سنة خير وبركة وسلام وفرح ومحبة على الجميع ولسيما اللي بشاهديونا إحنا ما زلنا في موسم الميلاد عادة موسم الميلاد هو في شهر ديسمبر حتى نص يناير أو حتى أكثر بحسب التقويم الشرقي أو الغربي ولكن إحنا في زمن الميلاد في موسم الميلاد عيد الميلاد هو عيد الطفولة عيد المحبة عيد الفرح عيد العطاء عيد العائلة هو عيد اللي كل سنة بنتذكر في ولادة ربنا يسوع المسيح وبنتأمل في هذه الولادة العجيبة ومنحاول نقصها نحكيها لأولادنا ونحكيها للناس اللي حوالينا سواء في الأسرة في البيت سواء في الكنيسة وسواء عبر يعني شاشات التيفي أو التواصل الاجتماعي من سنة لسنة منحاول نتكلم عن ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الموسم فيه بهجة فيه جمال فيه رونق فيه معايدي فيه زيارات فيه طبعا صفحة جديدة تنسى الماضي تنسى الحقد والضغينة والحسد وكل الأمور السلبية ومنحاول نبتدي بصفحة جديدة نبتدي بداية جديدة في موسم جديد حتى نشوف هذا الطفل اللي تجسد في بيت لحم هو الإله القدير المخلص العجيب اللي قام بمشروع الخلاص لكل الجنس البشري هذا ما نحتفل به في هذا الموسم وفي هذا التوقيت سأواصل لحديثي عن قصة الميلاد العجيب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مرة تانية قصة الميلاد العجيب ولكن خليني في البداية أتكلم عن أحداث وبالتحديد أربع أحداث عظيمة خارقة جداً لا مثيلة لها في كل هذا الوجود أول حدث هو تجسد المسيح تجسد الرب يسوع المسيح المكتوب عنه والكلمة لوجوس صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً أو كما يقول الرسول بولوس في رسالته إلى تيموثاوس وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذن تجسد المسيح مش بس كان الفاصل ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فهو المحور والمركز اللي بترتكز عليه كل التاريخ وكل الأحتاز فهذا يعتبر معجزة خارقة أنه الله جاءنا بصورة إنسان ليخلص الإنسان أما الحدث الثاني هو طبعاً القيامة المجيدة عندما أقول القيامة أقصد العمل الكامل والفداء الكامل أن المسيح يسوع فعلاً صلب ومات أمام شهود كثيرين وأنه قام ولكن شو اللي بميز قيامة يسوع المسيح أنه أقام نفسه وهو حي إلى أبد الأبدين ولمدة أربعين يوم ظهر للتلاميذ وظهر للعديد لدرجة أنه بولوس كان بيتكلم أنه ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة شخص والأغلب ما زال موجود يعني في أيامه على قيد الحياة وهذه الظهورات لا يستطيع أحد أن يقاومها لأنه كانت أمام شهود كثيرين أما الحدث الثالث اللي برضو كمان كان أمام شهود كثيرين هو صعود يسوع المسيح في الجسد حي إلى السماء لم تمسك به جاذبية الأرض فهو خالق النواميس الطبيعية وهو خالق القوانين أيضا الصعود إلى السماء حي بالجسد كمان أمام شهود كثيرين صعود إلى السماء طبعا في أسباب كثير ولكن أهم شيئين صعود إلى السماء ليرسل الروح القدس للتلاميذ والشيء الثاني ولادة الكنيسة المسيحية اللي شهدت وعلى فكرة كانوا بيشهدوا عن قيامة يسوع المسيح وفي أيامهم لم يستطع الأعداء ولا الأصدقاء ولا أي شخص يقاوم رسالتهم لأنهم شافوا معجزات باسم يسوع بعد القيامة فإذا هذا الشيء بيتميز شيء أما الحدث الرابع هو حدث سيأتي مستقبلا ولربما عن قريب جدا ونحن نشاهد هذه الحلقة مجيء المسيح ثانية طبعا مجيء بشكل أعلني هذه الأحداث طبعا خارقة معجزية عظيمة جدا من أهم الأحداث في تاريخ الكنيسة ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان أنا تكلمت عن أربع أحداث الحدث الأول تجسد المسيح أنه اتخذ جسد في ملء الزمان وصار إنسان ليفدي الإنسان أما الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح أقام نفسه من بين الأموات والحدث الثالث هو صعود يسوع المسيح إلى السماء لكي يعود إلى مكانته إلى رتبة الأولى لكي يجلس على العرش في يمين العظمة والحدث الرابع هو سيأتي ثانية بمجيءه الثاني مجيء علني وطبعا رح يكون مشهود أمام عيون الجميع وهذا طبعا بيقودني كمان إلى يعني أربع حقائق المسيحية بتعلن أربع حقائق الحقيقة الأولى أحبائي في المسيحية أنه الله تعلن أنه الله هو الإله الحقيقي وحده لا شريك له لا إله آخر وأن كل آلهة الشعوب وكل آلهة الأمم هي أصنام أو عبادات وثنية الكتاب المقدس يعلن بشكل واضح الله واحد لا شريك له أما الحقيقة الثانية أحبائي فالمسيحية تعلن أنه الكتاب المقدس هو الوحيد كلمة الله الموحى بها المقدسة طبعا لدستور الحيام بهذه الكلمة الكتاب المقدس هو الإعلان الإلهي والإعلان الكامل والإعلان النهائي طبعا اللي تختم بمجيء الرب يسوع المسيح فإذا لا إعلان بعد هذا الإعلان فالكتاب المقدس يسير بخطة بتناغم بإنسجام من التكوين إلى سفر الرؤية وبتشوف تسلسل الأحداث حتى توصلنا للمحور للمركز هو شخص الرب يسوع المسيح فإذا في المسيحية الله هو الإله الحقيقي الإله الوحيد وحده لا إله سوى الحقيقة الثانية أن الكتاب المقدس هو كلمة الله كتاب الله لا يوجد أي كتاب آخر إلا الكتاب المقدس بحسب ما طبعا يقدم الكتاب المقدس أما الحقيقة الثالث أحبائي فالكتاب المقدس مش بس هو كلمة الله فالكتاب المقدس يقدم الطريق الوحيد للخلاص أنه عطية إلهية مبادرة إلهية أن هذا الأمر كان بمشورة الله وبخطة الله المحتومة أعلنت في الكتاب المقدس فإذن الكتاب المقدس هو الطريق الوحيد للخلاص لا توجد طريقة أخرى غير ما كتبوا بوحي في الكتاب المقدس أما الحقيقة الرابعة أكيد أنت تعرفت معي أنه لا يوجد مخلص آخر سوى يسوع المسيح ليس بأحد غيره الخلاص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم هو الوحيد الباب إلى السماء هو الوحيد الطريق كما قال وأعلن عن نفسه في يحنى 14 آية 6 أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي طبعا بعد سرد هذه الأمور خليني أبتدي بشيء آخر كمان في خمس أمور اللي بيتميز بيتميز ولادة يسوع المسيح عن أي ولادة أخرى في التاريخ وأنا ذكرتها طبعا عن أهمية الميلاد العذراوي إذا بترجع للحلقة السابقة فإذا خمس أمور اللي بيتميز اللي بيتميز فيها الولادة العذراوية نمرة واحد أن المسيح ولد من عذرا كنت تقول لي آدم آدم مخلوق وحواء مخلوقة والحقيقة بحسب الكتاب المقدس أن المسيح هو الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه وله وبه الكل خلق فإذن المسيح هو الخالق ولكن أحبائي ولد من عذراء لأن الولادة الطبيعية ومن رجل وامرأة فتعتبر معجزة خارقة أن المسيح تجسد في بطن المطوبة القديسة مريم العذرا الشيء الثاني اللي بيتميز ولادة يسوع المسيح أنه هو الوحيد الكامل بلا عيب القدوس البار المنفصل عن الخطى لا شر به هو حمل الله الكامل بلا عيب ولا دنس فإذن المسيح الوحيد لم يعرف خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني على خطية وكلنا أجمعنا أنه كل البشر خطاء لأنه تورثنا الطبيعة الساقطة الخطاءة من أبينا آدم وهذا طبعا أخطأنا في آدم واجتاز الموت إلى الجميع إذ الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إلا شخص واحد هو يسوع المسيح الكامل بلا خطية بشهادة الأعداء والأصدقاء أما الحقيقة التالتة أحبائي اللي بتفرد واللي بتميز فيها المسيح بالولادة العضروية أنه تمم نبوات لاحصرة لها وتكلمنا طبعا في الحلقة السابقة عن تتميم النبوات أنه ما كانتش مجرد تكهن ولا تخمين ولا محاولات النوم لكن احنا بتكلم على نبوات من ألاف السنين بتناغم وأنبياء كثيرون تنبأوا عن مجيء المسيح وطبعا بدون تناقض وكل نبي كان بعيش في فترة زمنية معينة في ظروف معينة سواء سياسية أو اجتماعية ولكن بالتفصيل تمت هذه النبوات شيء رابع المسيح هو الوحيد بما أنه تجسد هو الوحيد الإله الكامل والإنسان الكامل جوهر واحد طبيعة واحدة كيان واحد فالمسيح يحمل الطبيعتين الإنسانية والإلهية لكي يكون الفادي لكي يكون مخلص البشر وأخيرا ولد أو ولاد الولاد العذروية بتتميز طيب ابن الله جاء إلى هذا العالم كان ممكن يصنع المعجزات ويطير في السماء ويبرهن نفسه وقدرته العظيمة ولكن تعاطف مع الإنسان مع جسم بشريتنا واشترك في اللحم والدم وفعلاً وفعلاً صار إنسان لكن بدون خطية إنسان كامل لكي يقوم بعمل الفداء لخصها الرسول بولوس قائلاً صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا أو كما قال في رسالته إلى غلاطية ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني حتى نكون أولاد وبنات الرب وهذه ما تميز ولادة يسوع المسيح العظروي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا طبعاً من الكلام اللي ذكرته في البداية كمقدمة تظهر تفرد وتميز المسيح ومعه أيضاً تميزت المسيحية بكتابها بمخلصها وبخلاصها أيضاً ولكن أحبائي نحن نحتفل في هذه الأيام بغض النظر بين معارض أو معاند أو شخص بيقبل أن هذه حقيقة أن ولادة يسوع المسيح رغم أنه مش كتير اتحدث عنها الكتاب ولكن ما كتب عن ولادة يسوع تعتبر مجلدات البشير متى بيبتدي في سلسلة نسب المسيح لكي يوصلنا إلى المولود الملك يسوع ملك اليهود ولكي يبرهن شرعية يسوع المسيح أنه جاء من نسل داود حسب الجسد وأنه تعين أي تبرهن ابن الله بروح القداسة بالقيامة من الأموات فإذن هذا الشيء اتبرهن أمام الجميع ونحن نحتفل في أيام الميلاد ناس بتحط شجرة وبتحط زينة البعض موافق والبعض غير موافق وطبعا هاي الاختلافات في المسيحية هذه تثري وتغني بالعكس يعني هذا الأمر طبعا بالنسبة للتلاميذ أنه كانوا يعيدوا أعياد اليهود اللي الرب طالبها مثل الفصح ومثل عيد المظال ولكن صار إلها معنى آخر بمجيء الرب يسوع المسيح فالمسيح أصبح فصحنا فلنعيد نعيد مين؟ بشخص يسوع والمسيح صار هو مش صار هو النور الحقيقي ونحن أصبحنا أنوار هذا الذي كانت تضاء في عيد المظال ولا يسعنا الوقت نحكي عن رموز الأعياد اليهودية إن شاء الله ممكن نحكيها في حلقة أخرى ولكن يعني بحسب تقليد الكنيسة الشجرة وكل هذا إلها رموز معينة والأنوار كلها إلها رموز جميلة وبالحقيقة إنه شيء جميل لأنه بتثير البهجة والفرح ولكن أنا عاوز تذكر مشاهدينا اللي بيحضروني خلي بالك إنه المجوس هم اللي جاءوا وقدموا هدايا ليسوع المسيح أخاف في هذه الأيام ولسيما خلينا نحكي عن بلدي مش عاوز أتكلم عن أي بلد تاني أنا بتكلم عن الأراضي المقدسة اللي صار فيها ظاهرة اللي بسموها الكريسماس ماركت كريسماس ماركت يعني سوق الميلاد تباع فيه مشتريات وأشياء كلها إعلانات للتبرعات الخيرية أغلب الكريسماس ماركت بيعملوها عشان مساعدة الفقراء ومساندة يعني الإحتياجات من مرضى وفقراء هذا المجتمع ولكن بعض الناس راحوا لأمور يعني أبعد إنه صار الماركت هو التركيز عليه من احتفالات من أغاني من رقص من من إلى آخره وأنا بتكلم هون مش بدينون لأنه أنا أؤمن ببهجة العيد ولكن إذا العيد نفسه أخد بهجة الحدث فإذن يصبح وثا في حياتنا وهذا ما حاربته الكنيسة الأولى إنه أي شيء أولوي أمام شخص أو رب أو هوية يسوع رب العيد فإذا يعتبر وثا فللأسف كتير ناس راحت إلى التفكير الثانوي في عيد الميلاد طبعا هو عيد فرح وبهجة واحتفال وبابا نويل ولأخره شيء حلو ولكن أحباء في الكتاب المقدس حتى الرموز يعني بعطيكم فكرة مثلا الحي النحاسي في العهد القديم لما الأفاعي بسبب عصيان إسرائيل لدغت شعب إسرائيل في البرية وبعدين صرخوا لموسى والرب حكى لموسى إنه يصنع راية يصنع حية نحاسية طبعا كل من ينظر إلى الحية ينظر إلى هذا الرمز طبعا يحيا وكانت الناس تشفى من اللدغة تشفى من الأمراض والسموم اللي كانت فيها فالعهد الجديد يكمل يقول كما الرب يسوع كلام يسوع وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان طبعا يتكلم عن الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض فالفكرة كانت أنه سبب نجاء وإنقاذ في العهد القديم من لدغة الأفعة بسبب خطيتهم بسبب عسيانهم ولكن جاء المسيح ليخلص كل العالم من سم ولدغة الأفعة إبليس الأفعة الحية القديمة لكي يحررنا ويشفينا والأهم في نظرتنا ليسوع بيعطينا الحياة والحياة الأبدية ولكن بعد السنين اللي حدث إنه إنه الشعب صاروا يعبدوا الحية يعني الرمز الراية إنه حاسية صار يقدموا لها الذبايح والعطاية واضطر ملك يهوذة ملك يعني كان مستقيم وصالح في عين الرب فبالحقيقة اللي عمله نطحن الحية دمرها يعني خلص عليها لأنه بدل ما يركزوا على الحياة تدعوا يركزوا على المخلوق على المرموز وكتير مرات أحبائي في أعياد الميلاد راح تفكيرنا بدل ما نركز على يسوع رب العيد فأصبحنا نحط أولويات تانية في هذا العيد غير شخص الرب يسوع المسيح فإذا ما هي قصة الميلاد قصة الميلاد هي قصة محبة الله للإنسان قصة الميلاد هو عطية الله للإنسان قصة الميلاد هي قصة فداء الله للإنسان قصة الميلاد تظهر لنا طبيعة الآب المحب أنه لا يريد أن يهلك أي إنسان بل أن يقبل إلى الحياة الأبدية قصة الميلاد هي قصة إعلان قلب الله للإنسان المحتاج قصة الميلاد هي مبادرة إلهية لخلاص الإنسان قصة الميلاد هي قصة الحب العجيب اللي فدانا فيها بالصليب وقام من الأموات حتى يختم هذه الحدث من أجل خلاصك وخلاصه قصة الميلاد كانت في فكر الله الأزلي وطبعا هذا أبعد من عقولنا وهل كل شيء لا نستطيع أن ندركه بالعقل أو نفهمه بالمنطق فهو مناقضة لأله بالحقيقة أنه في كتير أشياء لا نستطيع أن نفهمها حتى في جسدنا حتى في المخ حتى في أعضائنا حتى في الشياريين حتى في الـ DNA بتاعنا في أمور كتيري تفوق الخيال والوصف والعلم كيف نفهم الكواكب كيف نفهم الجاذبية كيف نفهم أعماق البحر ولكن ما نفهم أحبائي هو إعلان الله من خلال الكتاب المقدس قصة الميلاد هي قصة افتقاد الله للجنس البشري قصة الميلاد هي قصة زيارة إلهية لكي يفتدي الإنسان مثل ما ذكرت هذه القصة كانت في فكر الله قبل الأزل فإذا نستكشف نستنتج نستنبط نستشف كيف ما بدك تسميها إنه خطية آدم وحواء ما كانتش مفاجئة بالنسبة لأله في حال ما أخطأ آدم وحواء الرب وضع كاروبيم ملاك كبير بركبة عالية مع سيف لهيب حتى يمنع إنه يقلوا من شجرة الحياة وإلا نستمر بالخطية وهكذا ابتدأ الجنس البشري وتورثنا الطبيعة وصار كل تصور فكرنا شرير والخطية استشرت وتفشت ويعني دخلت في كل نواحي الحياة شوف اليوم وضعنا اللي إحنا منمر فيه ألا توافق معي فإذن الخطية ما كانتش مفاجئة ولكن الشيء العظيم إنه الله دبر مخلص فادي سفر التكوين 3-15 قال إنه هذا الفادي مستقبلا سيأتي من نسل المرأة وابتدأ الله بالإعلانات في الكتاب المقدس وابتدأ يتعامل مع عيلي إبراهيم إصحاق ويعقوب ابتدأ يتعامل مع شعب موسى عندما أخرج شعب إسرائيل من العبودية ابتدأ يميز هذا الشعب في شريعة في نموس في طقوس في يعني شرائع كان حاضر معهم كان بيتكلم من خلال موسى وبعدين من خلال الأنبياء نكتشف الحق وإنه النبوات ابتدأت تتحدد أكثر لمجيء يسوع المسيح وفعلا في ملء الزمان في أكثر من ألفين سنة ولد يسوع المسيح في بيت لحم والرب استخدم كل الظروف الخلفيات العصرية المعاصرة في أيام يسوع المسيح الخلفيات التاريخية الخلفية الاجتماعية والسياسية والدينية اللي كانوا الناس بمروا فيها في تلك الأيام فأيام المسيح كان العالم تحت الحكم الروماني كانت اللغة المستخدمة اللغة اليونانية والحضارة الهلينية كان الخلفية اليهودية كان بمارسل أعياد وقدموا الذبائح في الهيكل في القدس وهكذا كانوا عم بيستعدوا لمجيء المسيح والقصة أحباء ابتدأت أنه الله اخترق كوكبنا من خلال زيارة ملائكية ابتدأت مع زكريا زكريا كان من فرقة أبية من الكهن وبشروا بمجيء يحنى المعمدان ويحنى أحبائي كان ليهيئ شعب وليهيئ الطريق أمام الرب وكان في تلك الأيام اللي بيحكم البلاد ملك شرير اسمه الملك هيرودوس الملك هيرودوس الكبير واللي كان الوالي في تلك الأيام والي السورية بيسميه البشير لوقة كيرينيوس وأغسطس قيصر بسن قانون إحصاء وهذا طبعا موثق تاريخيا بالوثائق التاريخية هذا الإحصاء أخذ أكثر من عشر سنوات على مراحل ولكن هذا الإحصاء بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبكل بساطة أنه كل شخص أو كل عيلة اللي بتنتمي إلى صب لازم تسجل في مسقط رأسها وبينما أغسطس يسن هذا القانون غير عارف أنه عم بحقق المشيئة الإلهية وإرادة الله المحتومة مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار كان شغله في النجارة والحجارة أيضا وعندما جاء الملاك ليبشر مريم سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذن بشر مريم وقالت مريم قال الملاك لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله قالت ها أنا آمت الرب وطبعا يوسف لما شاف مريم كان في حيره كان مرتبك جدا لأنه خطب أقدس إنساني في هذا الوجود مريم الناصعة الطاهرة النقية فعنده صراع عقلي متأكد في ذهنه مستحيل أنه مريم تركب هذه الفعلة وفي نفس الوقت عم بشوف إنه فيه طفل في بطن مريم وبعد قليل الناس كلها رح تكتشف الموضوع يقول الكتابه وفي هاي الحيرة وهذا الارتباك أراد تخليتها سرا يعني العادي إنه لازم يجيب كان زلمش شهم وشريف ما أخدهاش على الساحة العامة حتى يشهرها يفضحها بالعلن ولكن بهذه الحالة بيأخذ معاه شهود اتنين لرباي حتى يقول إنه هذا الطفل مش مني أنا وإنه يترك الأمر لرحمة الله وتدخل الله في الموضوع وبينما هو في هذا الصراع ظهر له الملاك وقال له لا تخف يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستالد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطهم فإذن مريم اقتنعت يوسف اقتنع بهذا الإعلان وفي نفس الوقت أجى هذا القانون إنه يتركوا الناصر في الجليل يسيروا مسافة طويلة إلى بيت لحم وهناك في بيت لحم تمت ولادة الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا قبل ما واصل حديثة خليني أخد مكالمة من الأخت رشا أهلا وسهلا أخت رشا أنت معانا على الهواء أهلا يا أخي نزار كل سنة وإنتوا طيبين وكل سنة وكل الناس فرحانين وسعدة ومبتهجين بميلاد يسوع المسيح اللي أدى إلى أن احنا نقدر أن ندخل إلى عرش النعمة مرة تانية وأن نكون لنا علاقة مع الله الآن أمين أخت رشا شكرا كتير على هالمداخلة ولكن عاوز أسألك بشكل مباشر طالما نتكلم عن قصة الميلاد شو بتعني لك قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح؟ قصة ميلاد رب يسوع المسيح هي قصة افتقاد لناس ليس لهم القدرة على أنهم يساعدوا نفسهم احنا كنا في عمق الخطيئة بعيدة عن ربنا ما عندناش إمكانية للرجوع إلى الله مرة تانية لكن الله في فكره العظيم الرائع أفكاره البعيدة عن أفكارنا أرسل ابنه لكي يكون كفارة عننا وعلشان يكون لنا علاقة معاه وده حلاني أنا شخصيا أنتشل من الموت الأبدي والبحيرة المتقدة من نارو كابريت النار الأبدية إلى أن أكون معاه في المجد وده يعني طبعا لأن أنا من خلفية إسلامية أنا أحب أن أنا يعني زي معا أنت عارف أخي نزار أن أنا بحب أقارن دايما وهي ما فيش أي وجه للمقارنة مجيت للحق يعني لكن أنا بحب أن أنا أقارن وأشوف الفارق لأن طبعا المسيح بنوره العظيم أما بيجي نور بيظهر الظلمة يعني الواحد أما بيجيب نور فين الظلمة الظلمة بتختفي بتجري بتكون مش موجودة فأنا أحب أن أنا أقارن كده مقارنة بسيطة أن مسيح جي بإعلان بإعلان عن أن هو كلمة الله المتجسد مسيح جي بيقول أنا الكلمة المتجسد جي لكن محمد جي بإيه يعني المسيح جي من من بداية مجيء المسيح زي ما أنت حديق قلت حب الأبيه بالروح القدس اتولد في بيت لح زبيحة علشان يكون زبيحة من أجل هنا محمد جي ما عرفش أنه هو نبي غير بعد كام سنة من ما كبر وعيش وتجوز وعيش حياته وبعد كده اكتشف أنه هو قال أنه هو نبي فالمسيح إعلان من ولادته المسيح قال أنا حي لذلك أنتم ستحيون محمد قال أنا ميت وأنتم ميتون وأنهم ميتون يعني من الحي ومن الميت أنا أتبع واحد حي ولا أتبع واحد ميت القرآن بيقول عليه لأنك ميت وأنهم ميتون أنا أتبع المسيح اللي فيه كان بلا خطية ولا أتبع محمد اللي كان كل النهار طول النهار بيستغفر على خطيته وعلى زنوبه اللي بيقترفها المسيح جيه لكي يخلص العالم مش على جان يودي الناس على الجهنم وعلى النار المسيح الكتاب المقدس في رسالة روميا بيقول إذ لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع لكن من منكم إلا واردها المحمد يعني قال له حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إن لم يتغمدني الله برحمته فتخيل تخيل الفرق العظيم ما بين المسيح اللي كان بيكلم كلمات كلامه كان مباشر كلامه كان بيكلم على التسامح كلامه كان مفهوش كذب الواحد تاني كان بيحلل الكذب في ثلاثة من واحد كان منع العنفه ومنع استخدام السيف الواحد تاني كان بيحرد المؤمنين على القتال المسيح المسيح شفى الأعمى محمد عبس وتولى إذ جاءه الأعمى المسيح هو طريق والحق والحياة أنا عندي حياة حقيقية حقيقية من خلال عمل المسيح أنا عارفة أنا هروح فين في النهاية أنا عارفة أنا لغمضت عناي عن هذه الحياة أفتحها في السنة معاه لكن كل واحد مسلم بيوقف بتسأله السؤال ده ما بيقدرش يجاوب بيقولك لا أعرف لا أعلم لأنه هيستنى الدينون هيستنى الميزان العدل وهو ولا يأمن مكر ربه لأنه بعد ممكن ميزان العدل الإلهي يقول أنه حسناته أكتر وطبعا دي مستحيلة لكن لا يأمن نكر ربه إنه في نهاية الأيام ممكن إنه هو يقع أنا أنا بقدم رسالة المسيح اللي بيحب أعداءه بيقول بيحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبجديكم وصلوا للذين يسيئون إليكم لكن محمد كان بيقول قاتلوهم يعزمهم الله بأيديكم مين اللي إحنا بنحتفل النهاردة بيحنا بنحتفل بميلاد رب المجد بنحتفل بميلاد طوق النجاح اللي بيخليك تقدر إنك أنت حياتك تتغير 180 درجة تتغير من الموت الابدي 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 إلى الحياة الابدية حياتك بتتغير من أنك أنت بتحاول ترضي ربنا لأن ربنا راضي عنك وبيحبك محبة أبدية محبة أبدية أحبابتك لذلك أدمت لك الرحمة ربنا بيحبك محبة أبدية وأنا بقدم رسالتي لكل واحد بيتفرج عيال النهاردة وبيشوفنا وبقول يعني أرجوك فكر أرجوك قول ربنا أنت فين أنت مين خليك أقف قدام نفسك بصدق وقول يا رب أنت مين الإله اللي بيقدم لك الحياة الأبدية ولا الإله اللي بيقول لك روح فجر نفسك وموت علشان خاطري الإله اللي بيشيل الدينون من عليك ولا الإله اللي انت بتقف قدامه وتبقى مش عارف هتروح في أنية حتة حتى بعد الميزان ولا تأمن مكره الإله دهوت العظيم إله أمين الإله فاتح إيده ليك وبيقول لك تعالى أنا هعديك النهار ده وكمان أنا عايز أقول أن المسيح مش بس كمان قدم لك كل دهوت لكن كمان قدم لك شفاعة بيقف قدام الله القام ويتشفع من أجلك كل ما تخطي أنت وتغلط وتتعب في السكة هو هيقف ويشفع من أجلك قدام الله تخيل أنت وانت واقف كإنسان مسلم حتى محمد مش عارش يشفع مش قادر يشفع فيك لكن المسيح بيقدم للناس الخطى إيديه وبيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال أنا اللي أريحكم أنا أريحكم تعالى الله أمين أخت رشا شكرا جزيلا طبعا بالعكس نحن بنشكرك وأنت بتتكلم عن اختبار مريت فيه وقارنت وعشت فبصلي ربنا يباركك ويبارك بيتك وأسرتك ورب يحميك وكل عام وأنت بألف ألف خير شكرا كتير كانت معنا الأخت رشا حبائي قصة الميلاد أنه فعلا راح يوسف ومريم ولم يجدوا مكان خيل يعني ما فيش أي مكان وجدوا في بيت لحم يعني طبعا في بيت لحم هم بدي روحوا عند الأقارب أو الناس اللي بيعرفوهم لأنه الترجمة الإنجليزية إن يمكن ما بتوفيها حقها لازم تكون من أهل البلد عشان تعرف شو المقصود الكلمة كتالينا بتعني الفناء المجاور عادة كانت مغارة لجمع أو زي مخزن لجمع الحبوب وبنفس الوقت لما بيكون الطقس بارد أو ماطر ماطر بيجيبه الحيوانات وهذا بفسر العلامة لما الملاك ظهر للرعاة في حق الرعاة في بيت صحور وكانت العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود المذود هو مكان طبعا وين اللي بيطعمه في الحيوانات تخيل أنه أصبح سرير بالنسبة للطفل يسوع وبعدها لما سمع هرودوس عن حاشي كبير جاءوا من المشرق حكماء في موكب يعني كبير وهدول علماء وحكماء اللي بيشتغلوا في البلاط في قصور الملوك وعندهم تخصص في علم النجوم وبيتابعوا وأدركوا وكانوا بيمشوا يعني إذا إذا أجوا من بلاد فارس بالمنطقة وين هنا موجدين يعني عمليا مشوا أكتر من ألفين كيلو متر ألفين كيلو متر حتى يوصلوا وصلوا للقدس راحوا للمكان الغلط وسألوا هرودوس أين هو المولود ملك اليهود وطبعا المجوس راحوا لبيت لحم وين النجم وسجدوا للرب يسوع وقدموا هدايا لبن ذهب ولبان ومر وطبعا سمعوا صوت الملاك يعني أوحق لهم وهربوا بطريق تاني والملاك ظهر ليوسف أنه يهرب إلى مصر وهي الأحداث على فكرة كلها مش بس موثقة في الكتاب المقدس يعني لما راحوا لمصر التقليد الكنسة في الكنيسة القبطية بيعطوك أماكن عديدة وين سافرت العيلة المقدسة وهذا دليل لأنه خلي بالك هرودوس كان صديق مارك أنتوني طبعا نحن نعرف قصة مارك أنتوني وكيليو باترا واثنين ماتو وأكتافيوس اللي هو أغسطس قيصر ضم المقاطعات الشرقية ضم مصر للإمبراطورية فإذا هرودوس كانت إيدو طايل كمان لمصر وهذا بفسر تنقل العائلة من مكان إلى مكان حتى وصلوا الصعيد وصلوا لأسيوت أنا بتكلم بحسب طبعا للتقليد الكنس وأنا بفسر الأحداث وبعدين برضو بحلم رجعوا للأراضي المقدس ولكن كان في حاكم شرير لأن هرودس الكبير مات وتوزعت مملكته على ثلاث أولاد الملك اللي كان بيحكم اليهودية أرخلاوس كان فاسد كان شرير تركوا القدس وأجوا سكنوا في الناصرة لتتميم النبوات هاي الأحداث كلها حدثة أحبائي حتى نشوف الظروف اللي مرت فيها العيلة من محاولات القتل من الكراهية من اللجوء اللجوء يعني هربوا لأرض مصر والرب بارك مصر بسبب العائلة المقدسة وهكذا ما كانتش ظروف هويني ويمكن اليوم في ناس بتشاهدني عندك ظروف صعبة جدا في بلادك اللي انت المفروض تعتز فيها 80% من أهال بلادنا عاوزين يتركوا البلاد لأنه مش عم بشعروا أنهم في بلدهم للأسف وهي البلد عم تكتر فيها اللاجئين والنزاعات والحروب والخصام والكرهية والعنصرية كلها كانت في أيام المسيح العنصرية الدينية والعنصرية السياسية العنصرية الاجتماعية الطبقات بين المجتمع ولكن المسيح أحبائي اختبر كل هذه الأمور ليتعاطف مع جسم بشريتنا على حال خلينا أقول في الدقائق الأخيرة أنه ولادة يسوع فريدة متميزة كمان لعدة أسباب أنا بتكلم عن ولادة كولادة نفسها مش بس بتشوف نبوات كتير عن ولادة يسوع المسيح وتحدثنا في حلقة سابقة لكن لاحظ عدة أمور في هذه الولادة أنا بس بتكلم عن ولادة أنه ولد من عذراء هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل في العهد الجديد في إنجيل متى مكتوب الذي تفسيره الله معنا لا يوجد أي إنسان ولد من عذراء يعني المفروض الكل يولد من رجل وامرأة فكانت معجزة التوقيت نمرة اثنين توقيت الولادة موعد الميلاد طبعا في نبوات تتكلم مثل دانيال بيتكلم في صحة تسعة بالتفصيل يعني عن ولادة يسوع بيتكلم من الولادة للموت لا المجيء التاني كلها في آية وحدة ورسول بولوس بلخصها برضو في آية ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني فإذن ولد من عذراء توقيته موعد الميلاد كان بالوقت المعين لتتميم نبوة دانيال في ملء الزمان شيء ثالث زمن الولادة حكينا زمن الولادة كل الظروف المحيطة حول هذه الولادة يعني بتقرأ عن زكريا الكاهن كيف الملاك عفوا كيف انه الكاهن زكريا ظهر له الملاك في مكان يسمى القدس عند مذبح البخور وبشره بمجيء يحنى يحنى المعمدان ومش بالزكريا حكينا عن كيرينيوس حكينا عن هيرودوس حكينا عن أغسطس أسماء كلها موجودة موثقة تاريخيا في زمن الولادة ولما رجعوا من مصر في أيام أرخلاوس ابن هيرودوس ثم أحب الولادة فريد لأنه بيتنبأ عن مكان الولادة في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي لاحظ اللي رح يولد في بيت لحم مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل بيتكلم عن مكان الولادة لو ولد في مكان تاني لأقولنا هذا تناقض وليه بيت لحم اليهودية أنا من الجليل جم يعني الناصرة في بلد اسمها بيت لحم كمان بس اسمها بيت لحم هقليل بيت لحم الجليل ولكن بالتحديد كلمة الله قال بيت لحم اليهودية يهودة من كلمة اليهود فإذن مكان الولادة كان بيت لحم بيتكلم عن الغرض من الولادة الغرض يعني بكل بساطة ليخلص الخطى ليفتدين يشترينا بدمه الكريم ليسترد الصورة التي تشوهت بالأصل بسبب خطية آدم ردلنا الاعتبار المكان الصورة اللي الله كان بيتكلم عنها ثم بيتكلم عن أهمية الولادة العذروية لأنه يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرئاسة على كتفه وهكذا بيكمل وهمية الولادة كل يعني الولادة من عذراء حتى يكون الفادي يكون بلا خطية وحتى يكفر عن الخطايا بنفس الوقت يرضي ويوفي المطالب الإلهية إذ أخذ عقابنا نيابة عننا ولكي يمثلنا في نفس الوقت أمام الله ثم أحبائي شيء غريب أنه تسمى قبل الولادة طب تقولي طب ما هو إبراهيم يعني رب تسمى إسحاق وسمى إسماعيل والرب سمى يحنى المعمدان أها ولكن اسم يسوع برضو اسم على مسمى يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص وإذا تطلع في العهد الجديد ولسيما في سفر أعمال رسل يخلص من الخطية يحرر هذا الاسم من الشياطين فيه غفران خطايا وفيه تتميم المعجزات باسم يسوع يعني هذا الاسم ما ماتش أنه هذا الاسم حي واستخدم بواسطة التلاميذ باسم يسوع المسيح فإذا هو سمي يسوع قبل الولادة سمي عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا سمي كلمة الله في سفر رؤية مكتوب ويدعى اسمه كلمة الله ولاحظ كمان سمي الملك عندما جاء المجوز سأله أين يولد ملك اليهود أين هو المولود ملك اليهود هيرود السأل أين يولد المسيح عارف أنه بيقصد عن المسيح في آخر حياة يسوع على الأرض يعني قبل الصلب سؤال بلاطوس أأنت ملك اليهود في يحنى 18 نشوف شيء يعني أكثر مفصل أنت ملك اليهود قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم أفأنت إذن ملك قال يسوع لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم حتى على الصليب كان في عبارة يافطة يسوع الناصري ملك اليهود وطبعا سفر الرؤية بيختتم أنه يسوع المسيح هو الملك هو ملك الملوك ورب الأرباب حبائي ظهر المسيح في الجسد هذا يعني أنه كان فيه تفسير سابق لوجود يسوع المسيح اتخذ نسوتا ظهر في الجسد حتى يمجد الله حتى يتعاطف مع الناس هذه قصة الميلاد قصة الخلاص قصة الفداء قصة أنا بشجعكم تحتفله بالميلاد وبالأنوار وبالأعياد بس ركز على يسوع المسيح صلاتي اللي ولد في بيت لحم يولد في قلبك وحياتك ميلاد ثاني بالروح القدس وتكون خليقة جديدة وإلك الحياة الأبدية في اسم الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر